قبل يومين تحدثنا على موضوع تخصيص 80 مليون دينار ميزاني لإحتفال ب17 مبراير في ذلك الوقت طلبنا بأن يصرف هذا المبلغ وينما يجب أن يصرف ومش بحتاجين لبين لرصة 80 مليون حيتبخروا في يوم وحتى علقنا في هذا المبلغ رصدت أنا التعليقات في منصات تواصل الشمعين فيه يقول هو أنتوا من جايكم من صرفوش أصلا هذا موضوع كارثي حقيقي أتمنى أن يعتبر السيد النائب العام هذا بمثابة البلاء أولا يجب وقف صرف هذه الملايين للاحتفال اللي بينقدرين إذا بيحتفلوا في السابق بدون صرف أي دينار ليش يخصص هذا المبلغ الآن وإذا موجود وخصص يجب أن يوقف ويجب أن يتم تحويل هذا المبلغ هو جزء منه بس لحل مشكلة مرضانا اللي موجودين الآن في مركز الحسين للسرطان واللي يعلمكم المهلة فقط لسبعة فبراير يعني يوم سبعة فبراير لا سمح الله وأنا أتمنى بل لا إحنا تجاوزنا مرحب تمني نحن نطالب وأنا رصدنا آراء كل اللي بين على فكرة نطالب أن يتم وقف هذا العبث وقف هذا المبلغ المرصود لإحتفالات مزعومة في فبراير وتحويلها إلى مرضى السرطان وهناك حملات على منصات تواصل الاجتماعي انطلقت لدعم هذا التوجه إضافة حتى الميزانية كانت مرصودة حديقة الحيوان معلش نصب رؤلها حديقة الحيوان في بسليم نبقى نعرف المبلغ كم اللي كلف مركز تنمية وتطوير المراكز إدارية السيد رئيس الدبيبة السيد رئيس حكومة عبد الحميد الدبيبة كلفهم بيتقديم التقارير باش بيخصص ميزانية لحديقة الحيوان بسليم عندك بشر يعانوا بشر يعانوا لا أعرف طبعا مكاتب الإعلام وهيئة الرصد سترصد هذا الكلام وتحولها لرئيس الحكومة لا أعرف إن رصدوا هذا الكلام حيحولوا للحكومة الرئيس الحكومة غدوة لم يمشي المكتبة يلقى قدامها يقول الإعلام الليبي يتحدث عن هذه المشكلة دولة الرئيس للرأي هو فرض يطلع يشوف على طول أول إجراءة دي ريضرب الجرس يقول ندي لي من مش عارف مني من بتاع 80 مليون المكلف وقف 80 مليون شن مشكلة الأردن كلف حد يتابع الموضوع وتدفع القيمة قبل 7-2 25 مليون دولار قبل 7 فبراير يوم 7 فبراير المريض الموجود ومحتاج جلعة كيموية أو يموت إما يتفح من جيبة أو يغادر يموت في الطرقات في الأردن ومع الشكر والتقدير والتحية يعني مركز الحسين عنده مرضى ليبيين إلى أن يصل الدين 25 مليون كتر خيرهم مش ممكن يعاب عليهم أكثر منيك أو يطلب منهم أكثر منيك اللعيفين نحنين وهذا يفلوسكم يا ليبيين وهذا مرضاكم شوف أنت هذه القيمة كم في مريض ليبي معرض أن يذلوا رزقه موجود يبعثر في احتفالات ويبعثر حديقة حيوان مشوفوا شنة أقصى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر